السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم كل المتابعيني وحبايب قلبي ازايكم يا بنات عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير تعالوا مع بعض النهاردة نعمل الجلي بالموز طريقة سهلة جدا وكلنا طبعا عارفين طريقة الجلي حبيتي النهاردة تشاركوني في الجلي بتاعي الجميل ده لاني طبعا ما يعرفش الطريقة ديت هنجيب معنا كوباية عادية من الحنفية وهنحطها على النار وهنحط الباكت بتاع الجلي انا حطيت واحد بس عشان مش عايزة كمية كبيرة وهي هبدأ احركها كده بالمعلقة وقلب علشان خاطر الجلي البودر بتاعه يبدأ ان هو يدوف في المية وهسيبها لحد لما المية تغلي وبعدين هبدأ احط فيها مية تانية من الحنفية مية بردة جدا احط برضو معيير كوباية واحدة برضو وهي هفضل ان انا اقلب كده بالشكل ده وهدوب كده المية بقى مع بعض ومع الجلي طبعا احنا مش هنحط السكر لان هو الباكت نفسه بيبقى فيه جيلاتين وسكر وبيبقى مزبوط حابة ان هو بقى يكون فيه سكر بالزيادة ممكن تزودي معلتين ثلاثة حسب الرابع دقيها وابقي يشوفي هنيجي بقى هنا نجيب المز بتاعنا وهنقطعه وانا هبدأ ارسه كده لان انا عايزة الشكل النهائي بتاعه يبقى مرصوص كده وابدأ ان انا ارسه بالطريقة اللي انا عايزها انا هعمل كده علشان خاطر يبدأ يبقى مرصوص بطريقة منظمة ويبقى جمي بعض كده وهتشوفي في الشكل النهائي بتاعه يا رب النهارده فيديو بسيط كده حابة انكم تشاركوني فيه وما تنسوش التعليقات واللايقات والاشتراكات والشير ويا رب النهارده الفيديو بتاعنا يكون خفيف طبعا انا بعمل شوية فيديوهات كده بسيطة ومعروفة بعضها يعني مش كلها علشان خاطر البنات اللي هما لسه اول مرة يخشوا المطبخ هنبدأ بقى نحط كده الجلي لما يبرد شوية بالراحة جدا علشان خاطر الموز ما يتحركش قوي ويبقى على الشكل المنظم اللي انا مرتباه زي ما انت شايفه كده هو هيدي الشكل النهائي وهنسيبه لحده ما يبرد برضو شوية خالص ما تدخله هوش التلاجة وهو صخت من انه طبعا غلط على التلاجة بتاعتك وتبدأ انك انسي تحطيه بعد ما يبرد حطيه في التلاجة وسيبيه بقى لمدة ساعتين او ثلاثة وبعدين تبدأي تكليبة بقى الفهنة وشفها عليكي بالاولادك وطبعا دي حاجة كويسة جدا الجيل ده وطف العظمات وكده وما تنسيش بقى الاشتراك والشير وتفعيل الجرس او مرايا يا رب النهاردة يكون الفيديو خفيف وانا كمانا اكون خفيفة على قلوبكو ويكون الجيلة بالموز بتاعنا النهاردة عاجبكو تنسيش اللايك ده كده بقى الشكل النهائي بتاعه شايفة بقى جميل ازاي انا حبيت اطلع لكم منه طبق كده طبعا عملته بتسكينة كده من على الاطراف وقلبته وهيطلع بالشكل الجميل بتاعنا ده هوريك يد ايه هو متماسك شايفة هو كده مظبوط كوباية برده وكوباية سخنة هيبدأ يسخن تبدأ تحطي له كوباية تانية من الحنفية بالشكل زي ما وريتك واستنوني بقى فيديوهات تانية